موسيقى يسعد مساكم مشاهدينا في حلقة إليدة تجمعنا معاكم من الرقم واحد بعد 14 سنة في التدريس انتقلت لمساعدة المرضى وأسرهم متطوعة كانت أحد المؤسسين لجمعية الإمارات للثلاثين عام 1997 فكرمت وحصلت على عديد من شهادات التقدير أهمها تكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم من ضمن أوائل الإمارات في دورته الثانية خالدة خماس هي بطل ومحور حلقتنا خلكم معانا استاذة خالدة خماس عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي وأمين سر جمعية الإمارات للثلاثين راحب تجمعانا في الرقم واحد يا مرحبا بكم منورة استهدى خالدة طبعا الكثير لنغوص في بحره والتكلم أكثر عن ثلاثيمة وعن جمعية الإمارات بس قبل كل شي بنلخص هاي المسيرة المهنية والثقافية وحتى الصحية من المرض في تقرير مع المشاهدين شرائح نشوفه ونرجع للحوار تفضل بدأت خالدة علي خماس حياتها العملية عام 1980 مدرسة في وزارة التربية والتعليم انتقلت عام 1995 للعمل في مركز الثلاثيمية في دبي حتى عام 2012 وعملت منذ العام 1997 متطوعة لدى جمعية الإمارات للثلاثيمية وقد كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ضمن مبادرة أوائل الإمارات في دورتها الثانية الأستاذة خالدة وزوجها الأستاذ عبد الباصط مرداس لدورهما في تأسيس الجمعية شاركت في تنظيم المؤتمر العالمي للثلاثيمية في دبي ضمن اللجنة المنظمة كما وشاركت في مؤتمرات عالمية للثلاثيمية كما حصلت على شهادات تقدير من مركز الثلاثيمية لسنوات عدة ودرع أم الثلاثيمية من جريدة الإمارات اليوم وشهادة تقدير من جائزة الشيخ سلطان بن خليفة للثلاثيمية ومن الاتحاد العالمي للثلاثيمية إذن أستاذة خالدة بعدما شفنا هذا التقرير خلنا نمشي معاك خطوة بخطوة قبل كل شيء لمعرفة المشاهدين أكثر شو هو مرض الثلاثيمية سريعا؟ مرض الثلاثيمية مرض وراثي ينتج عن زوجين حاملين لهذه الصفة الوراثية إذا كان الزوج والزوجة حاملين هذه الصفة ينتقل إلى الأبناء بنسبة 25% من كل مرة تحمل فيه الزوجة فهذه النسبة خطيرة بالنسبة للزواج بين اثنين حاملين هذه الصفة الوراثية لأنه ليس مرة في العمر إنما في كل مرة تحمل فيها الأم هناك خطورة بأن تحصل على طفل مصاب بمرض الثلاثيمية بنسبة 25% وثلاثيمية لهو مرض يصيب الدم؟ نعم ثلاثيمية هو تكسر في الكريات الحمرة بضلطة يبقى النخاع جنيني يحتاج المريض كل 21 إلى 30 يوم إلى نقل دم مستمر مدى الحياة نعم وأيضا يحتاج إلى دواء طارد للحديد يكون باستخدام إبرة تحت الجلد لمدة 12 إلى 24 ساعة ده الأحيان نعم وأيضا هناك بعض الأدوية عن طريق الفم هذه الأدوية ضرورية جدا لطرد الحديد من الجسم يعني الموضوع معقد يعني مو به بسيط مثل ما يمكن بعض المشاهدين يعتقدون طيب على طار هذا الموضوع وين وصل علاج هذا الموضوع في دولة الإمارات حاليا مرض الثلاثيمية؟ بفضل من الله ومن القيادة رشيدة طبعا علاج مرض الثلاثيمية متوفر في دولة الإمارات وعلى أفضل مستوى من الخدمات المتميزة على مستوى العالم والعلاج مجاني في الدولة سواء المواطن أو المقيم بدعم من جهات مختلفة لتوفير العلاج اللازم لكل مريض والحمد لله نحن العلاج اللي عندنا على مستوى عالمي المرضى اللي عندنا موجودين في المراكز الصحية لا يبدو عليهم المرض وناس طبيعيين جدا يمارسون حياتهم الطبيعية بشكل طبيعي نعم يعني هاي المنظومة كلها الدولة والقيادة الرشيدة بعد جمعية الإمارات كان لها دور لمرض الثلاثيمية خبرين عن تأسيس الجمعية طبعا نحن في بداية 89 أنا أتكلم عن نفسي عانينا من ولادة أول طفل لنا مريض بالثلاثيمية هاي المعاناة دفعتنا إلى نحن نفكر كيف ندعم مرض الثلاثيمية في الدولة وكيف ننشر الوعي في المجتمع الإماراتي لأن نحن عن نفسنا ما حصلنا أي معلومات عن هذا المرض لم نكن نعرف ما هو مرض الثلاثيمية لذلك وقعنا في شباك هذا المرض اللي يعتبر خطير والمعاناة فيها جدا كبيرة على كاهل الأسر يعني نعتبر أن البداية كانت عاطفية نفسية كتجربة خاصة مع ابنت شاء الله يحفظها طبعا يخلي لجفة كانت هاي بادرة أن ما هو المرض شو أبعاده وما إلى ذلك الجمعية شو قدمت غير موضوع التوعية لأمراض الثلاثيمية طبعا الجمعية تأسست بفضل من أولياء أمور المرضى اللي تحمسوا على أساس أن يكونون في أعضاء في مجلس إدارتها الجمعية تقدم الدعم من جميع الجهات الدعم المتكامل سواء المادي، المعنوي، الجفسي، الاجتماعي، الطبي، أي شيء يحتاج المريض الجمعية تقدمه بشرط أنه يكون عضو في جمعية الإمارات الثلاثيمية تقدم عضويته يسجل العضوية فقط ثم تقدم له جميع الخدمات التي يحتاجها طيب بما أننا نتكلم عن الدعم يهمني جدا أعرف دور واهتمام الشيخة شيخة بن سيف آل نهيان إن كان في دعم الجمعية أو حتى في دعم مرضى الثلاثيمية خبرين عنها؟ طبعا تجربة جدا جميلة العمل مع سمو الشيخة شيخة حرم سمو الشيخ سلطان بن خليف آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله شيخة شيخة تحاول أن تقدم جميع نواع الدعم للمرضى من خلال مؤسسة الشيخ سلطان بن خليف الإنسانية بالتعاون مع الجمعية استطاعت المؤسسة إنجاز وبناء وافتتاح مركز الفجيرة لمرضى الثلاثيمية الذي هو قائم الآن وأيضا هناك مركز آخر في إمارة رأس الخيمة تحت الإنشاء وإن شاء الله سيتم افتتاحها قريبا ونتمنى أن تكون هناك مراكز أخرى لدعم مرضى الثلاثيمية على مستوى دولة الإمارات ويزاه الله خير ما تتأخر أو ما تتوانى ولا تألو جهده بأن تدعم مريضة الثلاثيمية أينما كان في الدولة يعني كنت صاحبة أول خطوة وفكرة في موضوع بسبب معاناة أحد أبنائك وبس أنت ما وقفت هنا أنت قدمت العديد حتى من الأفكار والمبادرات اللي حصلت دعم من كامل جهات أو مراكز معينة أهمها خبرين طبعا أهم الأفكار عشان وعي المجتمع كانت مسابقة ما هي ثلاثيمية على مستوى دولة الإمارات سواء من المرحلة التأسيسية وحتى الجامعية وهذه المسابقة مستمرة معنا حتى الآن من السنة السابعة والحمد لله كان لها صدى كبير بين أفراد المجتمع تقبلوها يعني تقبلوها وأبدعوا فيها المدارس والطلاب صراحة والنتائج كانت جدا الحمد لله مرضية لأنها قللت الكثير من الإصابات الموجودة في الدولة قلت عدد إصابات الأطفال بهذا المرض لأنها زادت أو رفعت نسبة الوعي صرنا نعرف أكثر عن المرض يعني ما شاء الله سنوات أيام سويعات ليالي يجوز وأوقات طويلة قضيتها في هذا المجال مرضى الثلاثيمية ففي سؤال بقالت وقت مشاهدينا بقالها وقت لإهتماماتها وهواياتها بعدها تمارس الأشياء التي تحبها أوقات فراخها خالدة خماس ولا لا هذا اللي بنعرفه بعد الفاصل إذا مشاهدينا مثل ما شفنا وقلنا سنوات طوال من العمل المكثف للتخفيف من مرضى الثلاثيمية كان بمبادرات بأفكار وحتى بجمعية الإمارات للثلاثيمية كلها بخطوة خططها للأمام الأستاذة خالدة خماس بس هل تبقى لها وقت لهواياتها واهتماماتها هذا اللي بنعرفه الحين أستاذة خالدة شو هواياتت وهتماماتت من هواياتي كتابة بعض الخواطر شغفي الكبير بالهدايا وتغليف الهدايا حلو تسوق ثم التسوق ثم التسوق لازم الحريم تسوق طيب غير عن الموضوع الرياضة مثلا شو دورها من حياة شو القراءة طبعا الرياضة لها دور كبير في حياتي والحمد لله إنها مواضبة على ذهابي للصالة الرياضية طبعا نحن ما ننكر ولا غنى عن تأكيد وذكر دور الأسرة في تكوين شخصية أي إنسان فما بالتش أستاذة خالدة إذا كان هذا الإنسان الرقم واحد أكيد بنعرف شو دور أسرة خالدة في تأسيسها في سيمة طفولتها في تكوين شخصيتها وفي توحد خالدة لأن تكون الرقم واحد إذن أستاذي الفاضلة كنا نتكلم عن النقلة النوعية من حياتك بين التدريس إلى الاحتمام بمرضى الثلاسيمية شو احتاجت خالدة لأن تغير من نفسها عشان تتأقلم وتتوائم مع الوظيفة التي تخص مرضى الثلاسيمية ممكن أقول لك الصدمة الأولى والمعاناة شو قالت؟ في بداية سنة زواجي وولادة ابني الأول المصاب بالثلاسيمية هاي الصدمة الحمد لله ما أحبطتني لكن عطتني القوة إن أنا أهتم أكثر بالناس اللي يعانون مثلي ومثل ولدي عطتني دفعة قوية إن أكون بينهم فمعاناتنا متشابهة والذي يعاني يستطيع أن يحس بالشخص الآخر صحيح فالحمد لله يعني اللي أسوي حق ولدي كنت أو أفرا حق بقية المرضى نعم اهتمامي اللي انصب يعني ما كان أناني إنه بس أهتم بإبني هذا الجميل في الموضوع إن اهتمامت وإيجابيتت وحبت للموضوع يعني الحمد لله شوفي يا ابنتك ما توقف الموضوع أكملتي في الموضوع مع الأطفال الآخرين وخلاص اتجهتي لهذا الاتجالي ومرضى الثلاثيمية شو عضت هذا من الشعور كنا مع الابن اللي هو العاطفة نعم المرضى الآخرين شو أضاف لتش طبعا الحمد لله ولدي في سنة 2005 شوفي من هذا المرض الحمد لله بتوفيق من رب العالمين نعم بعملية زراعة نخا لكن مشواري مع الثلاثيمية أصبحت قضيتي أنا الخاصة لم أتوقف يوما عن دعم مرضى الثلاثيمية في الدولة ولا بنشر الوعي على أساس أن أفراد المجتمع لا يقعون في المشكلة التي وقعنا نحن فيها لأن بالفعل معاناة مريض الثلاثيمية تقع على كاهل الأسرة وخاصة الأمهات بالذات اللي شلونها من عيالهم معاناة جدا كبيرة لا تقاس بعدة كلمات ولا يحسوا بها إلا من يعانشه طبعا يزاد شاء الله الفخير وأكيد جهودتش والنتائج واضحة وباينة على الشاشة وفي الإمارات بشكل عام لأنك كرمتي بالعديد من الجوائز وفي عديد من المهرجانات وكرمتي حتى من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه يطول بعمره ضمن أوائل الإمارات شو أضافت هذه النكهة الجميلة من الفوز والنجاح؟ الحمد لله تكرمت من قائد استثنائي اللي هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتون نائب رئيس الدولة رئيس مجلسي الوزراء حاكم دبيت الله يحفظه فحصلت على جائزة الأداء الحكومي المتميز في مجالي ثم حصلت على أفضل مفاجأة كانت بالنسبة للاختياري شخصية أكتوبر من خلال جريدة الإمارات اليوم وتوجد بعد ذلك إنجازاتي بحصولي على جائزة الشيخ سلطان بن خليفة العالمية للثلسيمية هذه الجوائز طبعا كلها ساندتني أعطتني القوة أعطتني الإرادة أعطتني الصبر أن أستمر في درب العطاء الذي لا ينضب والحمد لله توجت الجوائز الآن بحصولي أنا وزوجي عبد الباصد أبو محمد على أوائل الإمارات ماشاء الله وهذا فخر كبير بالنسبة لنا أن نحن نحصل على هذه الجائزة التي لا تقاس بأي ثمن واليوم معنا الرقم واحد طبعا بعد الحمد لله إحنا بعد تكلمنا أستاذة خالدة عن الأجيال واللي سويتوا أنتوا فضلا طبعا كان مردة نتائجة للأجيال ولا يزال أكيد ولكن بالتحدث عن الأجيال نحنا بعد كان لنا نصيب مع أجيال الأطفال في استطلاع سويناه للمشاهدين سألناهم كم من سؤال أستاذة خالدة مثل أن شو تعرفون عن الثلاثيميا مثل شو تعرفون عن جمعية الإمارات حتى للثلاثيميا فاشرايتش نشوف شو كانت آراءهم إن شاء الله نشوف يلا سعادة تفضلي مرض الثلاثيميا هو مرض فقر الدم وأيضا هو وراثي هو المرض للفقر الدم عندما إذا كان الدم قوي إذا ما أعالجه المرض سوف يموت ومن هو صغير أعرف مرض الثلاثيميا هو فقر دم سمعت عن جمعية بس ما أعرف عنها وعيد أشياء لا لم أحضر ندوه للدوئية المرض خالدة علي خمّاس بشكرك لأن أنت ساعدت كثير من الناس اللي عندهم مرض الثلاثيميا تساويت معروف كبير حقهم إلى فتحتي الجمعية خالدة علي الخمّاس أشكرا لأن أعالجت كثير من الأمراض من الناس ويمكن بعضهم من عائلتي أستاذة خالدة بعد ما شفنا هذا الاستطلاع والأطفال يعني لا بأس به الوعي العام بما يخص مرض الثلاثيميا بماذا تختم حوارها خالدة خمّاس طبعا أنا حابة أن أتكلم عن والدي الله يرحمه اللي وضع البذرة الأولى فينا في الأعمال الإنسانية ومساعدة الآخرين ودائما كان يقول لي عمرك لا ترفضين أي إنسان يدق بابك دائما كوني أنت السند لهذا الإنسان ثانيا أوجه شكري وتقديري للحكومة الرشيدة اللي ما قصرت في دعم مرض الثلاثيمية على مستوى الدولة وعندي رسالة أوجهها لوزير التربية والتعليم شو هي؟ الرسالة هاي إن مع شهادة الثانوية العامة أتمنى إنه يكون هناك فحص للثلاثيمية حتى يعرف كل شاب يكمل حياته الجامعية أو يقبل على الزواج أنه هو حامل للصفة الوراثية أو لا ونختصر الأمراض والمشاكل يعني بتجربة حافلة ووافية وكافية حتى من مجال تعاطيش مع أمراض ومرضى الثلاثيمية وختمتيها بنصيحة بعد تخص مرضى الثلاثيمية نحن شاكرين تواجدت معنا وكانت إضافة جدا مهمة لبرنامج رقم واحد ولا سعيدة بهاللقاء نورتين أستاذة خالدة خمّاس طبعا عظم الجلس الإدارة المدير التنفيذي وأمين سر جمعية المرضى الثلاثيمية شكرا جزيلا شكرا إذا مشاهدين خالدة خمّاس كرست حياتها مثل ما قلنا لمرضى ومرضى الثلاثيمية عطت الكثير فكرت وايد عاشت تجربة خاصة ونقلتها عشان تساعد مرضى الثلاثيمية في شخص شاهد على هذه التجربة الحافلة الجديرة بالذكر واللي هو بيكون معانا مدير المكتب الإقليمي لرابطة ثلاثيمية الدولية بي أبو ظبي بيخبرنا على رايا بيه خالدة بس بعد الفاصل مشاهدي ناحيكم الله في آخر فقرة اليوم ومحور معانا من برنامج الرقم واحد بيكون معانا الدكتور عصام ظهير مدير المكتب الإقليمي لرابطة الثلاثيمية الدولية بأبو ظبي ومستشار بعد لجمعية الإمارات للثلاثيمية في أدبي واكب وعلى معرفة بتجربة خالدة خمّاس دعنا نرى ما يقول عن هذه التجربة الأكثر من رائعة مساء الخير في الرقم واحد دكتور عصام مساء الخير مساء الورد قبل كل شي خلنا لو تعرفنا دكتور عن دور وآلية عمل المكتب الإقليمي في أبو ظبي بما يخص الثلاثيمية المكتب الإقليمي للرابطة العالمية للثلاثيمية يعتبر أول مكتب إقليمي خارج مجال الرابطة في قبرص هو تحت مظلة الصحة العالمية لكن لدور دولة الإمارات والدور الفاعل في مجال الثلاثيمية والجمعية وآثارها سمحوا بافتتاح مكتب إقليمي عشان يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم المكتب أدري غطي كل الدول معظم الدول العربية وفي الاسطنوات القادمة هى خطة واسعة إن شاء الله إن شاء الله طبعا دكتور مثل ما تدري محور وبطل حلقتنا هي اليوم أستاذة خالدة خمّاس لو توصفها توصف طبعا مسيرتها المهنية مع هاي الابتسامة الجميلة شو تقول عنها؟ شوف أنا أقول خالدة خمّاس هي تاريخ معين كان متحرك نعم من 1991 أول لقاء طبيب جاء له أم معها ابنها عمره شهور وفي جاي تتكلم تسأل تستفسر إيش الموضوع كانت الدولة كلها حديثة في موضوع الثلاثيميا أول مركز إن شرق الأوسط سنة 1989 1991 ما عنا العلم الكافي أو المعلومة الكافية أو الخدمات الكافية التي تقدم الموضوع الثلاثيميا خالدة خمّاس أم جاي مع ابنها وتسمعت الخبر ما هي الثلاثيميا دخلت في حالة الصدمة ربق التصديق الأحلام الوردية اللي هي فرحة أم أجالة أول طفل نقدر نقول تحولت حياتها؟ تحولت حياتها وشخصيتها وكيانها وبيب الكامل لأنه داخلت مرحلة الصدمة عدت مرحلة الصدمة القبول تأقلمت معها الموضوع وبدأت تعطي ابنها اهتمام تفهم أكتر تقربت أكتر من الموضوع متابعة أكتر وانطلقت خالدة خمّاس من هذا اليوم هذه كانت البداية هذا أول لحظة خالدة خمّاس بداية تعارفكم بداية لقائكم بداية تشخيصك اللي أدت بعدين أنه صارت مسيرة مهنية لخالدة إلا أن خلنا نوصف خالدة خمّاس أكثر كبدورها كمدير تنفيذي لجمعية الإمارات الثلاثيميا كهذا الوظيفة يعني مسمى الوظيفة كيف تصفها مهنيا؟ بداية خالدة خمّاس لما بدناها بطريقة أنه هي كانت تتفاعل مع موضوع الثلاثيميا كأم فهمت الثلاثيميا أو حست بالثلاثيميا أكتر من الآخرين عشانتها كل يوم بتعيشها قدرت أنه تطور نفسها من الداخل أنه كيف توصل الفكر تبعها أو احتياج ابنها أو احتياجها للموضوع من خلال كل طفل ثلاثيميا في تعالج في مركز الثلاثيميا أو في أي مكان في دولة الإمارات فهي تغيرت من هذا المنطلق اليوم صارت خالد الخمّاس مدير تنفيذي عشان تحقق اللي هي بتفكر فيه ويقترعت فيه اللي عاشت له عمر كبير من حياتها عساس توصله للناس والمجتمع بالتحدث عنك دكتور برايك دولة الإمارات إلى ماذا يحتاج هذا المجال أو مرض الثلاثيميا بعد ماذا يحتاج؟ ماذا نقص لنا بعد؟ الخدمة الثلاثيميا في شقين شق المريض نفسه أنا بقول أنه إحنا اليوم نستطيع نقول أسعد مريض الثلاثيميا في العالم هو مريض الثلاثيميا في دولة الإمارات هذا ما أخوذ من أسعد شعب لكن أسعد مريض في العالم هو مريض الثلاثيميا دولة قيادة بالكامل مجتمع بدعم الغير عادي مريض الثلاثيميا ما يحتاجونه وما زلنا نفتقر إليه وهذه هي أكبر مشكلة بتواجهنا اليوم أن الدولة أقرت فحص قبل الزواج من 2006 ألزامية الفحص قبل الزواج لكن مفهومنا إحنا كأفراد في المجتمع ما زلنا اليوم ما وصلنا لقناعة ما هو المفهوم الزامية الفحص الوعي مشكلة في الوعي دكتور؟ ما زلنا اليوم لأنه في عندي ولادات جديدة بتنولد في دولة الإمارات معناها أنه لم أستطع أنا كعامل في هذا المجال أوصل المعلومة إذن لازم فيه تكاتب من جهات مختلفة صحيح عشان ندل موصل معلومة الثلاثيميا للجميع إذا ردا على كلامك وختاما لمحورنا ونقاشنا اليوم شو نوجه نصيحة شو نقولهم مشاهدينا مشكلة الثلاثيميا تحل ببساطة بالوعي لأنه المسؤول عنها ناس أصحاء ظاهرياً يحملون صفة الثلاثيميا يتزوجون برطبط ببعض فبيخلفه لطفل مصاب يا جماعة التحليل بسيط جداً 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 لكن بمنع مشاكل كارثية اجتماعية وتكلفة مادية استنزافة لمواردة الدولية أرجو أن يكون مرفوم الفحص مبكر جداً إن شاء الله طبعاً نحن الدكتور شاكرين لك وعبر منبرنا بعد أن أكد رسالة الدكتورة خالدة أن تناشد وتنادي موضوع أن يكون في فحص الزامي لمرض الثلاثيميا للثانوية العامة حسب ما ذكرت الموضوع أسلم شاهاتي وأسلم تقريري الطبي بما يخص هذا الموضوع فأنتمنى السلامة للجميع وشاكرين تواجدك معنا شكراً إذا مشاهدينا مثل ما شفنا العمل عبادة فما بالكم إذا ارتبط بلمسة إنسانية تحتاج لجهد نفسي عشان يتعالج لأن في الأخير كل حالة هي عبارة عن حياة إنسان عسى يتجدد هذا اللقاء على خير مع رقم واحد يديد في مجال آخر خلكم معاين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر